موسيقى موسيقى فلما رأى الأفضل أن البلد قد ملك خرج إلى أخيه العزيز وقت المغرب واجتمع به ودخل كلاهما البلد واجتمع بالعادل عمهما وقد نزل في دار أسد الدين شيريكو عم العادل وسلاح الدين هذا شيريكو عم العادل وعم سلاح الدين وتحادثوا صاحب حليف وصاحب دمشق وعمهما العادل 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 فاتفق العادل والعزيز على أن أوهم الأفضل أنهما يبقيان عليه البلد خوفا أنه ربما جمع من عنده من الأسكر وسار بهما لاحظ غدر في غدر نفاق في نفاق هذه تقية هذه هي التقية هذا هو الغدر هذه هي التقية التي هي غدر وخيانة وقتل وتآمر ولا أخلاق وتمرد على الإنسانية وعلى الأخلاق هذه هي التقية يا ابن تيمية هذه هي تقية المماليك هذه تقية أسيادك هذه هي تقية أئمتك هذا هو الغدر والنفاق والتآمر والقتل والصراع والمناصب والمنافع هذه عدالة ابن تيمية ومقاييس عدالة ابن تيمية فاتفق العادل والعزيز على أن أوهم الأفضل أنهما يبقيان عليه البلد لماذا؟ يقول خوفا أنه ربما جمع من عنده من الأسكر وسار بهما ومعه العام فأخرجهم من البلد لأن العادل لم يكن في كثرة وعاد الأفضل إلى القلعة وبات العادل في دار شركوه وخرج العزيز إلى الخيم فبات فيها وخرج العادل من الغد إلى جوسقه فأقام بها وعساكره في البلد في كل يوم يخرج الأفضل إليهما ويجتمع بهما فبقوا كذلك أياما ينتظر مصيره المسكين هذا العاد الأفضل ينتظر مصيره ويجتمع بهما يخرج يوميا على أساس هو الحاكم يقول وكان كل يوم يخرج الأفضل إليهما هذا ساذج إلى هذا المستوى إذا قال الحد لا زال يصدق بهما يقول يخرج في كل يوم يخرج الأفضل إليهما ويجتمع بهما فبقوا كذلك أياما ثم أرسل إليه وأمراه بمفارقة القلعة ثم أرسل إليه وأمراه بمفارقة القلعة يا مسكين يا ابن صلاح الدين ثم أرسل إليه وأمراه بمفارقة القلعة وتسليم البلد على قاعدة على اتفاق أن تعطى قلعة صرخدة قلعة صرخدة تعطى له أن تعطى قلعة صرخدة له ويسلم جميع أعمال دمشق فخرج الأفضل ونزل في جوسق بظاهر البلد غربي دمشق وتسلم العزيز القلعة ودخلها وأقام بها أياما الآن كما يسمى عصابة سراق غنموا مغنما سرقوا سرقة أموالا مالا بلادا لاحظ هل ستكون الأمور على ما يرام فيما بينهما أو سيتصارعان ويتحاربان وتقاتلان عند القسم سنرى هذا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة